موسيقى في إطار التفاعل مع ردود متتبع الموقع الإلكتروني مساء الجهة حيث كنا صدفنا الاقتصادي الأستاذ القادري عبدالرزاق بوتيش حول المرسوم الجديد لسندات الطلب اليوم يصرنا النشاط الراقى لبوند واحد بوند واحد وتسعين من هذا المرسوم السلام عليكم ورحمة الرحيم مرسوم الجديد أستاذ الحمد هو مرسوم 22431 بتاريخ 8 مارس 23 جديد سبقوا أن تطرقنا إلى ملخص ديالو تقريبا يعني مدخلة تقنية تقنية جدا مدخلة تحليلية تحليلية ماشي كنا نجيبوا قاعد بونود نعرضوهم محتوى ديالهم بالدقيق تحليل انتقادي شيئاً ما شيئاً ما لا لأجل الانتقاد ولكن لأجل الإصلاح ولأجل تعيات الناس قسمي هذه المدخلات وهذه الأشريطة ثقافية محظوظة ليس وراها أي ارتزاق أي ارتزاق ثقافية ولا فيها انحياز إلى جهة من جهات ثقافية لأجل الثقافة والوعية نعم لهذا بعض الناس تبزلت موقع موقع يتطرقون واحد يتكلم على الحوار التنفسي ويعيد بصفة صادقة وآمينة لما هو منشور واحد يقدر على يعني تلقاء هكذا بدون تحليل واحد تتكلم على سنة سنة الطلب سنة الطلب قال سنة الطلب ورأي يجيو وعروض ويكون واحد تنقية وتصفية إلى غير ذلك ها هو سنة الطلب فيه مشكلة استحمل فيه مشكلة وانا لقد أعلنت ذلك في تدخلات السابقة فيه مشكلة سنة الطلب سنة الطلب كان بدأت في القانون السابق مئة ألف سنة الطلب زاد شي شوية في المرسوم يعني جديد أرجع المئة ألف مع إمكانية ارتفاعه رفعه إلى خمسمائة ألف برخصة من من الوزير جاء هذا المرسوم الجديد حدده في خمسمائة ألف أنا بالنسبة لي كانوا يجبوا أن يلغى ما يبقاش لأنه مشكلة فيها استحمل مشكلة نعطيك التعريف سنة الطلب سنة الطلب بالفرنسية سنة الطلب هو صفقة صغيرة مصغيرة على الصغيرة اللي يضع في كلفتها كلفة ديالها قليلة تكون عشرين ألف ولا ثلاثين ألف واربين ألف غاش ها دي ندير الاربعين ألف ولا ثلاثين ألف مش ندير إعلان في الجريدة ونقول النصر ولي الميل في التقنية والميل في الإدارية وعطوني الضمانات البنكية إلى ذلك لا أرابع ويعني غادي نقول لك من بعد كيف يرجعوا إليها وهان سنة الطلب رأيها واحد استيثناء يعني خلاه واحد بقى مفتو بحال يقول لك متعدل جوز المسلم رأيها إلا إلا احتاجها وكان يعني سنة الطلب أهو كيف يقولون ربيتن واخ يعني المشكل العاوز بالنسبة المراقبين الماليين والخازين المكلفين بالآداء هو سنة الطلب ما يبغيوش وعندهم الحق عندهم الحق علاش الإضاءة تمشي تديرو علاش تديرو سمح لي وزاد هذا المرسوم من 200 ألف مشار الـ 500 ألف 500 ألف أستيار ألا فلوس أرى 50 مليون دير سنتين موش سهلة حتى تدير عليها سنة الطلب ما علينا سأعطي اللجوء اللجوء إليه وهو في الحقيقة يرجع إليه الزمن ديالو وهذه نعطي سنة الطلب تعريف ديالو قلتها يعني السقف ديالو وراها الجديد أعطى 500 ألف درهم زمن اللجوء هو تقرب في آخر السنة المالية يعني آخر السنة المالية شنو يوقع وإحنا ميزانية ديال الدولة المؤسسة العموية دور كيف تكون كيف تكون سنة حمد ديالو يعني كيف تحلي الميناح المفتوحة لدى الإدارة اللي يمكن استعملها إليه مش حتى وقع واحد صفقة وقع لها وبرمها تسمى يعني هذا الميناح أركي التزمت بها كيف هم يلتزموا في السنة ويديرو ويديرو صفقة يبقى لبعض البقايا يعني أنه كيف تكون واحد وزارة المالية يكون غلاف إجمالي ما فيش فاصيلة إلي ذلك أعطتني غلاف ديالو جمنايل كنت بها جمنايل وسبعمية وخمسين قتلي واحد ومئة ومئة وخمسين ما نديرش عليها صفقة ندير مثلا واحد سنة الطلب على كذلك البقايا اللي بقا باش ما اضعش فيهم مؤسسة العمومية وما اضعش فيهم الدولة تستعملهم خاصني خاصني مكاتب خاصني يعني اسميته يعني أقلام باش نكتب خاصني واراق إلى غير ذلك كلها نستعملها ما كان مشكل إذن اللجوء إليها في آخر السنة حنا قلنا المبريرة يدي لها يواهز يراها بقات وخاصني نستعملها ما نضعش فيها الإشكاليات راه فيها جديا الإشكالية تستعمل إشكالية اللولار يتم متجاوز ثقف راق 500 ألف سيتم متجاوز لماذا لأن الناس هذا هذا التجاوز ثقف بقتضاية المحاسبية راهية اللي كان العمومية يعني قانون 9600 وقانون 336 أنا قبل ما نقول لك لماذا يعني كان واحد هذا المرسوم الجديد راه المادة 91 هي اللي تقنن السنة الطلب شنو تقول اسمعلي نتقرغي هذر يوح لجوم له كتقول يجوز القيام بناء على سنة الطلب باقتناء توريدات وإنجاز وأشغال أو خدمات وإنجاز الأشغال وخدم وذلك في حدود 500 ألف دلم يتم متقدير هذة 500 ألف مشارع إليها في إطار سنة مالية واحدة إنسل أنا بالجتاخ حسب أعمال من نفس من نفس النوع وحسب أمر بالصرف أو أمر بالصرف مساعد كيف سنو المناطور ما هو شرح هذا هذا هو المشكل هذا هو المشكل ديال هذا المرسوم شرح ليه وشنو هو المناطور سمعلي نفس النوع أعمال بنفس النوع كون يعرف ها يعرف المقاول ما يعرف ه حتى الأمر الأمر بالصرف تقريبا وحد الفئة ما تعرفه شكول يعرف ها يعرف المراقب الماليين والخازين المكلف بالأداء هذه ما يمنع هنا أنا أضطر إلى يعني إعطاء توضيحات فاشي إن سبق لي أن كنت أمر بالصرف هذا المادة واحد سينا نقول كالك أعمال بنفس شنو هي أعمال بنفس هذا تصنيف الميزانية عندك سيدة أحمد أراها المالية هذه واش تقدر نبعيد عليك تعطي لائحة تصنيف المالية كل سنة محاسبية هذه المالية يعني فيها أعطي وحي المثال هنا يغيص اللولة لقد تأتي بضها يعني فيها فيها أنواع ديال المينح هذا هو مالك قيد أوبغ أرو كين هنا أنا أعطي نوع النفقة كين لولة يعني الحساب الإجمالي موراها موراها الفرع موراها المادة وموراها الفقرة الحساب الحساب الإجمالي كتبت عن نوع ديال النفقة نفقة استغلال مثلا لشغل اكسبلوات كيقول رقم ديال الحساب وعدستين نقدر ندير هنالنفقة نقيدها هنا في المحاسبة لا ما نقيدهاش هذا حساب إجمالي فيه بزاف ديال الحسابات الأخرى الفرعية النوع الحساب الفرعي 612 كان هنا 612 كان هنا 300 ديال 612 توريدات كان نقول توريدات كان إنوعة كثيرة من التوريدات كان توريدات لأجل الاستيلاك كان توريدات لأجل لصيانة كان توريدات إلى غير ذلك نمشي نوع التوريدات قلتك توريدات لاستيلاك غير قابل للتخزين نمشي على الحساب اللي فيه اربعة ديال للعداد 61-25 وهذا أعتني فيه بزاف ديال التوريدات يعني قابلة للتخزين كان غير قابلة للتخزين غير ذلك كاين هنا توريدات مكاتبية مثلا الفورنيتور دو بيرو هالتوريدات فيها خمسة ديال الاعداد هي اللي وقع فيها سنة الطلب وهذا الحساب اللي كان فقراء فيه خمسة ولاستة هنا ركاينها كان استعمال يعني هذا النوع لأنه فيه المكاتف الفورنيتور دو بيرو كان موراها لنتروتيا يعني الصيانة كاين لغير الصيانة يعني كثير احنا كان جاء شنو تدير لإدارة المقاولة هذا نفس الحساب تدير فيه أكثر من سنة الطلب واحد واكن راقصات تدير غير واحد هي تدير كثير في نفس الوحاد هي خرقة خرقة الظوابات المحاسبية هذا هو المشكل يعني في هذا الحساب كي تقيد الإدارة يعني هذا كثير من الطلب في هذا الحساب ما عندهش العق تدير كثير من واحد في السنة المالية ما يعرفوش هالشي المقاولات وحتى الأميران بالصرف الأغلبية ما يعرفوش يسمحوا لي ولا المساعدين ديالهم كي تدير كثير من واحد يعني عندك 500 ألف تدير ثلاثة ديال 500 ألف لأنه أنت محتاج غير غير ما كاتب بيرو ولكن هي راقنا فيها ثلاثة كان في هذا هذي هذي 61-25 كان يناسي دي أشار دو فونيوتور دون تروتين بوتي توتياج هالك تجهيزات الصغيرة صغيرة فمتيني وكين عشاد فونيوتور ديبيرو وهما هذي تجهيزات الصغيرة يشريوها ويحسبوها هنا ويحسبوها هنا إلى غير ذلك هذا خرق الظوابط إذن هذي هذي الإشكال الأول هذي هو بشوفت إشكالية ثانية إشكالية ثانية وحد فتح باب وفورث للفاساد هلاش هنسي حمد هنسي مشرح لك شنو كين هذا سنة الطلب أرى أرى ايدار واحد بالاستشارة عندك الحقي لا استشارت مع ثلاثة دي المقاولات ثلاثة دي المقاولات ما تدير لها إعلان ما تطلب ضمانات غادي نقولك الناقة يصليفها غادي تمشي يجي هذك السيد المظاف يعيط الواحد الصادق دياله أنا شي رأى احتمال باش ما يقول شي واحد رأى كيت تهمل إدارة بالفساد أنا هذا احتمال نعم نعم تقدر يقع هالشي أو لا يقع أنا لا أشكي في نزاهات المظافين فمتيني لا يكثر منهم ولكن كان واحد الباب نفتحوا واحد الباب ديال لا هذا فمتيني رأى شي معروف احتشان إيجي يعيط الواحد الصادق دياله ولا ربما لأجلي يعني تسهيل وتبسيط المستاد تقول له أنا بغيت بحلاء الأقلام بغيت نشريه معليك أو لا بغيت بحل المكاتب واش عندك عندك مش عال قدة قدة جيبلي كذا وندير ريكبون تكون من 480 الف يقول له وكيفش أنا باشت أنا اللي غان ندير منافس يقول له وسير شوف واحد جو صحابك تاو ما يعطيوني واحد العرض ديالهم ذاك العرض ماشي حقيقي ذاك العرض يعني يدير أعلام لها العرض ديال الصادق غير باش هذا يبقى أقل كولفة ويد ديال يعني درت يعني لابغي ثلاثة ديال ديال الشركات الشركة اللي اسمي مكاتب المغرب مورها المكتبة العصرية مورها كل المكاتب هذو ثلاثة غادي شاركوا لكن يكون هو الصادق هو المكتبة العصرية يجي يقول لأ انت غادي تقدم معرض ديال 480 اشتر صاحبك يقدم 600 الف وصاحبك الاخر يقدم 550 الف انا كي جي لها ثلاثة احنا القاعدة اقل الكلفة هو انت انا نعطي لك وشيرا معروف مجانبي العمل يعني كي يجيب له العناوين ديال هذا هذا الجوج ويكتب لهم يقول لهم انا هال مؤسسة ترغبوا في شيراء كذا كذا ديال توريدات وكذا اعطيني العروض ديال وصفتهم وليهم سهلوا القضية موقع كتاب الاول كان الاكترونية اعف نبرا صير تقط 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 هذا المنصوم الجديد معلوم وهو هالشي يكون لغي سينيما سينيما هذا لعبة والشي انا اقلع لي اخو يشوبها نقلع انا نحايد ما ندير سنة الطلب اه كي يمشي ونزيل نكمل لك كي يعطي صاحبه وهو السبب الحقيقي اللجوء شنو هو السبب الحقي اللجوء هذا عدم الاعلان ما كان لا اعلام جريدة لا وعلو عدم تحديد الاجل بصرامة تقول خصني في 15 يوم تجيب لي هذه العيلة مجبته أنت غرم التأخير عدم تصبيق غرم التأخير ما كاناش عدم تقديم الضمانات يعني الضمانة المؤقتة والضمانة النهائية ما كانش عدم تحديد المواصفة التقنية بدقة كي تجيب واحد لبيرو هكذا تقول له شحال شحال فيه العرض وشحال طول وش وش تهي الجودة ديال الوح من اللوح النوع ديال الالواح وذلك مكتب كذا 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 لا يبغى يجيب شي واحد العينة يقل ليها لما بوش ما يجيب شي ملزم عدم تقديم ملف الإداري ملف الإداري ما فيه هذا المقاول اللي يجي يدي ما تعرف وش راح في وضعية يعني يعني ليغال يعني شرعية أمام ضرائب وش عنده مرخرة في صندوق ضمن شي معي وش ما علي ش دول ما مخلص هاش وش ما عنده نزاعة مع الدولة ما تعرف هو الملف إداري وش هذك السيد اللي جا هو حقيقة هو يعني الممثل دي هذيك الشركة إلا غير ذلك مورا هالملف التقني وش عنده مؤهلات وش كذا وش يقدر وش يجيب ولي يمشي نعطيه الوحد الصادق دي أنا بالنسبة لي يا سدي حمد تلغى سند الطلب والسلام عليكم ورحمة الله